موسيقى تريد القول كومة من شيء ما بالفرنسية تا دو أعطي مثالا تريد القول كومة من رمل أنت دو سابل أنت دو سابل أنت دو سابل أو تريد القول كومة من خشب أنت دو بوا أنت دو بوا أنت دو بوا تريد القول قطعة من شيء ما بالفرنسية أعطي مثالا قطعة من جبن أعطي مثالا موسيقى من خبز موسيقى من خبز بالفرنسية موسيقى من خبز موسيقى من خبز موسيقى من خبز بالفرنسية موسيقى من خبز موسيقى من خبز موسيقى من خبز بالفرنسية موسيقى من خبز بالفرنسية موسيقى من خبز بالفرنسية موسيقى من خبز أما إذا أردنا القول علبة من شئ سائل يعني نتكلم هنا عن السوائل وليس عن شيء صلب نقول مثل ذلك نريد القول علبة من صدا سنقول أو نريد القول علبة كوكاكولا سنقول ولا تنسى الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا على تقديم المزيد تريد القول رشفا من من سائل يعني سنقول بالفرنسية مثل على ذلك نريد القول رشفا من ماء بالفرنسية سنقول نريد القول رشفا من حليب بالفرنسية نريد القول ملعقة من بالفرنسية أو نريد التعبير عن حزمة من شيء ما بالفرنسية أعطي أمثل على ذلك مثلا نريد القول حزمة من فجل سنقول بالفرنسية بات دوغا دوغا دي أو نريد القول حزمة من قش سنقول بات دو Challenge بات دو Whoa نريد القول سنلا من شيء ما بالفرنسية أعطي مثلا على ذلك نريد القول مثلا بالفرنسية أو نريد القول كذلك نريد القول رزما من أو كوما من ين تكون كوما صغير لساتك الكوما التي عرفناها من قبل بالفرنسية عطي مثلا sent όسا قطع getrule نشاطكه نريد القول على ساتنا شكرا للمنزل 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 هذه الحالة شكرا للمنزل أكبر 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 بجمع اقافة على الناس اقافة على الناس اقافة على الناس طبق من شيء ما أعطي مثالا نريد القول طبق من البطاطة المغلية بالفرنسية أو نريد القول طبق من سرطة الفاكهة بالفرنسية أو نريد القول طبق من سرطة الفاكهة نريد القول طبق من المجموعات صغيرة أو علبة من أو كيس من يعني كل شيء هذا يكون صغير Un paquet de Un paquet de Un paquet de مثال الداليك Un paquet de bonbons Un paquet de bonbons أل با من الحلوى مثال آخر نريد القول مجموعه من الحياة Un paquet de choses Un paquet de choses Un paquet de choses نريد القول مجموعه من أو قدمه من أو عطا من بالفرنسية Un paquet de Un paquet de Un paquet de أعطي مثال الداليك قدمه من تفاحة Un paquet de bonbons Un paquet de bonbons Un paquet de bonbons أو نريد القول مجموعه من خبز Un paquet de Un paquet de Un paquet de Un paquet de أو نريد القول حفناء من أو قبضاء من Un paquet de Un paquet de Un paquet de أعطي مثال الداليك نريد القول حفناء من الحلاويات أعطي مثال الداليك Un cajot de Un cajot de أعطي مثال الداليك ومن صندوق من العرور بل فرنسية Un cajot de پیش Un cajot de پیش Un cajot de پیش Un دول قول صندوق من السمك Un cajot de poisson Un cajot de poisson Un cajot de poisson نريد أن نقول قرصا من الشيء يعني القليل الذي نحملو بين السبوائن Une pincée دو Une pincée دو Une pincée دو أعطي أعطي نريد قول قرصا من الملح سنقول une pincée de sel Une pincée de sel Une pincée de sel نريد قول قرصا من سوك سنقول une pincée de sucre une pincée de sucre une pincée de sucre سوف نرا l'expression de la fréquence تعبير عن تعبود سور تعبود les adverbes et expressions de fréquence les plus utilisées en français يعني تعبود تعبير التردد باللغة الفرنسية الاكثر استخداما a partir du plus fréquent au moins fréquent ابتداء من الاكثر تواثرا الى الاقل تواثرا اولا بنسبت 100% 100% toujours toujours دائما سورة امتلا على ذلك six امتلا ان لن ان لئة خلال عائد امتلا لذلك الى الاقل امتلا كانوا يحبون ان 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 جمعي فيتو كنستاما جمعي فيتو بستمرار أنا استيقظو مبكيرا العبارة الثالثة بنسبة 90% جنرالما 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 عمومن مثل على ذلك جنرالما جو وياجه سيول جنرالما جو وياجه سيول جنرالما جو وياجه سيول عمومن أسافر وحدي العبارة الرابعة بنسبة 90% 90% عادة سأعطيك ذلك أمثلة توضيحية عبارة الثالثة عبارة الوضع عبارة ويجعل وياجه كدل الكثير من 90% سأعطي مثلا توضيحيين كذلك إلحبارة السادسة وكذلك بنسبة 90% 90% كل يوم سأعطي مثلا توضيحيين كذلك سأعطي كل يوم سوف تدرب كل يوم العبارة السابعة هي كذلك بنسبة 90% كذلك بنسبة 90% في معرفة عدد الذين فهموا العبارة الثامنة بنسبة 80% 80% فريكمة كثيرا ما إلي فريكمة مالاد إلي فريكمة مالاد إلي فريكمة مالاد هو كثيرا ما يكون مريض العبارة التاسعة منسبة 80% كذلك 80% ريجوليارما ريجوليارما بانتظام كذلك المثال عدد الذين فهموا يوموا إلي فريكمة يوموا 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 ألعبارة ألعبارة رقم إحدى عشر ألعبارة ألعبارة رقم إحدى عشر غالبا ما أقوم بأداء واجباتي بعد الغداء مثال آخر غالبا ما يذهب إلى المكتب سيرا على الأقدام العبارة رقم إثناء عشر بنسبة أربعون في المئة 40% نو با سوفن نو با سوفن نو با سوفن ليس غالبا مثال على ذلك هذا لا يحدث غالبا العبارة رقم ثلاثة عشر واربعة عشر بنسبة 20% 20% كلفا parfois كلفا et parfois في بعد الغداء مثال على ذلك كلفا je me demande où est mon téléphone quelquesفا je me demande où est mon téléphone quelquesفا je me demande où est mon téléphone في بعد الغداء أتسألو أين هاتفي مثال آخر parfois je dors le matin parfois je dors le matin parfois je dors le matin في بعد الأحيان أنام في الصباح العبارة رقم خمسة عشر كذلك بنسبة 20% 20% de temps en temps de temps en temps de temps en temps من وقت لآخر j'aime bien cuisiner de temps en temps j'aime bien cuisiner de temps en temps j'aime bien cuisiner de temps en temps أحبب كثيرين الطبخ من وقت لآخر العبارة 16 بدسبة 10% 10% غمون 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 نديرن رقم 17 بنسبة 0% 0% جمه 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 أبدن 10% إبداً الأح流行 أبداً لم أذهب إلى فرنسا نبتدي بأول عبارة سي كي وقد تعني من هو أو قد تعني من هذا أو قد تعني كذلك من يكون إذن سوف نرى بعض الأمثلة المثال الأول سي توم دون لكوين سي توم دون لكوين سي توم دون لكوين من هو هذا الرجل في الزاوية المثال آخر من هذا الولد الصغير مثال آخر من يكون من فضلك أعتقد إلى العبارة الثانية وهي سي كوا سي كوا وقد تعني ما أو ما هذا أو ماذا أعطي أمتلا على ذلك كيف كم Oftentimes كما لن يسطل كما سيكون كما سيكون كما سيكون ماذا سيكون آخر كما سيكون كما سيكون 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 بسم كما سيكون بسم عدد من هذا يعيش على وجهك مثل آخر ما هذه القصة مثل آخر ما الأمر بالضبط مثل آخر كوكوه أن سوا كوكوه أن سوا مهما كان مثل آخر سكوه سوديلير سكوه سوديلير سكوه سوديلير ما هذا الجنون دليل هو الجنون أول الهدين مثل آخر ماذا بعد هناك استعمال آخر لكوا مثلا ما الجديد وهذه عبارة مستعملة كثيرا في الكلام الفرنسي وهكذا تعربنا العديد من استعمالات سوف نرى الآن استعمالات ك تعني ما أو ماذا ستلاحظون أن متشابهون في اللغة العربية من حيث المعنى على سبيل المثال ما العمل الآن؟ مثل آخر كفيتو 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 ماذا تفعل؟ وكذلك هذه العبارة مستعملة بكثرة في الكلام الفرنسي وهناك عبارة كسكيليا؟ 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 ماذا هناك؟ نلاحظ أن هناك مرتين ك في الأول ك وكيل فأما أ اختفت لأن هناك التقاء دووويل ك مع أ آخر ك وأ استي أول أ ثم كيل التقاء أ مع إ فحدفناهم فأصبحت كما تبدو لكم كسكيليا؟ مثال آخر كسكيليا؟ 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 ما هذا؟ هناك أيضا دوو فوة ك ك في الأول وك في الوسط كسكيليا؟ هناك عبارة أخرى كفيتو 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 ماذا يعني؟ مثال آخر ماذا تعني هذه الكلمة؟ وبهذا تعرفنا على العديد من استعمالات ك الآن ننتقل إلى وقد تعني عندما أو حالما أو متى مثل أول على أي حال أخذت 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 ماذا تعلم ماذا ها أفكر ؟ ثم اخار عندما أتدت أن أتدت أجل مجدد عندما أتدت أن أجل تتد أن أجل عندما أتدت أن أتدت أجل مثال آخر عندما أتكلم عليك أن تستمع هذه العبارة تستعمل هي أخرى كثيرا في الكلام الفرنسي مثال آخر عندما أصل إلى المنزل أتصل بك أما الآن سوف نرى وقد تعني رغم أن أو وإن كان أو أين كان ولو أو مع أن سوف أعطي بعض الأمثلة لتدح الأمر جيدا أتصل أول كثيرا في الكلام الفرنسي كوكو اللي صليه بريه يفيد رائع كوكو اللي صليه بريه يفيد رائع كوكو اللي صليه بريه يفيد رائع ما أن الشمسة ساتعه الجوه جيدو بريد مثال آخر كوكو اللي صليه بريه يفيد رائع كوكو اللي صليه بريه يفيد رائع مثال آخر اخوه يفيد رائع كوكو اللي صليه بريه يفيد رائع وصل الضيوف أخيرا وإن كان متأخرا جدا وإن كان ذلك في بعض الأحيان هناك أيضا بمعنى وإن كان أكثر هناك أيضا عبارة quoique tardive وإن كان متأخرا هناك عبارة أخيرة quoique modest وإن كان متواضعا أو وإن كانت متواضعة نبدأ بأول عبارة بمعنى هل تعلم أن أو هل تعرف أن ونضيف ما نريد أن نقوله سأعطي مثلا على ذلك أنت تعرف كل شيء أنت تعرف أنني أحبك وكذلك هاته العبارة السامن بكاترة في الكلام الفرنسي كما تعلم أعطي مثلا بلزير دقره دقره دقنسيونس أو تستطيع القول ماذا تعرف؟ هناك كذلك عبارة تستعمل بكثرة أنت تعرف جيدا أنه وتضيف خلفها الكلام الذي تريد قوله أعطي مثلا أنت تعرف أنني لا أستطيع أبدا أن أرفض لك خدمة هناك كذلك هاته العبارة أنت تعرف أنت تعرف مصبقا ويا نستعمل كثيرا في الحديث ونسترسل بعدها بالحديث كما في المثال التالي أنت تعرف مصبقا كيف أأخذ قهوتي ونستعمل هذه العبارة عندما يتكلم شخص ما ويعطينا معلومة ما ونؤكد أننا نعرف تلك المعلومة أو ذلك الخبر فنقول في الأخير أعرف هناك هذه العبارة المستعملة بكثرة أنا أعرف ماذا تقصد وأنا كذلك هاته العبارة أنت تعرف ماذا أقصد وهاته العبارة نستعملها لتأكيد شيء ما وليست لرؤية بالعين يعني تريد القول بأنك على حق أو على صواب سوف نرى مثلا على ذلك أو تتحدث مع شخص ما في مسألة ما وتريد معرفة رأيه ستقول له أو بصيغة أخرى تقول أو بصيغة أخرى تقول تريد القول ضهري يؤلمني بالفرنسية جيمال أضو أو تريد القول لدي ألم في الحلق ستقول أو تريد القول أذوني تؤلمني بالفرنسية جيمال ألو غي أو تريد القول لدي ألم في الأسنان بالفرنسية جيمال أضو تريد أن تقول أشعر بألم هنا ستقول جي مال اسي تريد القول لذي حمى بالفرنسية جي دولا فيافغ او تريد القول اشعر بانخفاض في درجة حرارة جسمي تقول جي فخوة او تريد القول لذي حمى بالفرنسية جي دفرسان جي دفرسان او تريد القول اصبت بالبرد ستقول جي بخي فخوة اشعر بارتفاع في درجة حرارة جسمي بالفرنسية جي شو جي شو تريد القول ليس لدي شهية تقول جيني با دابتي جيني با دابتي جيني با دابتي تريد القول تقيعت بالفرنسية جي فومي جي فومي جي فومي او تريد القول انا مصاب بالإسهال جي لا ديارة جي لا ديارة جي لا ديارة تريد القول اهدم بصعوبة جي دي جار مال جي دي جار مال جي دي جار مال او تريد القول اعاني من الدوخة جي لفرتيج جي لفرتيج جي لفرتيج او تريد القول لدي تقيح بالفرنسية جي انابسي جي انابسي جي انابسي تريد القول لدي تفحون جلدي بالفرنسية جي اون بلاك جي اون بلاك جي اون بلاك انا اعتس بالفرنسية جي تغني جي تغني جي تغني او تريد القول انا اسعل ستقول جي توس جي توس دوس 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 اما اذا ربت القول انا ابتعرق بالفرنسية جي ترنسبير جي ترنسبير ترجمة كل القول اشعر بالتعبير الشديد جمسان تري فاتغي جمسان تري فاتغي جمسان تري فاتغي كل القول لقد اصبت بالزوكام تقول جمسان تري فاتغي او تريد القول افتغير الى التعقى جمانك دنرشي جمانك دنرشي جمانك دنرشي تريد القول اشعر بالتعب تقول جمسان تري فاتغي لا تنسى الاعجاب بالفيديو ان استفدت منه وشكرا لك اذا كنت تريد القول انام بشكل سيء او لا انام جيدا ستقول جو دور مال جو دور مال جو دور مال او تريد القول انا اجد صعوبة في النوم ستقول جي دو مال امان دوغمير جي دو مال امان دوغمير جي دو مال امان دوغمير تريد القول احرقت يدي ستقول جمسي برولي لاما جمسي برولي لاما جمسي برولي لاما تريد القول لقد لاويت كحلي ستقول جمسي برولي لانداث deemed انطرس شلت ج عرivity جمسي، قال الان نمر الى تشخيص دياغنوستيك 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 يقول لك الطبيب انت مصاب بالانفلونزا بالفرنسية وظافي لغريب وظافي لغريب وظافي لغريب او يقول لك لديك بالفرنسية او بطريقة اخرى انت مصاب بالزوكام يقول لك او يقول لك لديك التهاب الحلق او اللوزتين بالفرنسية او يقول لك لديك التهاب المعدة والامعاء بالفرنسية او يقول لك لديك التهاب رأوي قصابي بالفرنسية والان نأتي الى الاسئلة تسألك ما الذي ليس على ما يرام بالفرنسية كيسكي نوابا كيسكي نوابا كيسكي نوابا او يسألك ماذا لديك بالفرنسية كيسكو زافي كيسكو زافي كيسكو زافي او يسألك هل أذيته نفسك بالفرنسية تت فى مال تت فى مال تت فى مال والان نمر الى العلاجات الى غميد يعني الادوية وغيرها تتجاه تتجاه الاسبيرين الاسبيرين 1 كشه 1 كشه 1 كشه 1 كشه 1 كشه 1 كم 1 كم مرهم أو دون أو كريم 1 كلمون محيدة 1 антиدولر موسكن للألم 1 مدicament طيو اور Un désinfectant Une piqûre Une seringue Des antibiotiques المضادات الحيوية سنتعلم 12 طريقة للتعبير عن رأيك باللغة الفرنسية 12 façons d'exprimer son opinion en français إذن فلنبدأ على بركة الله أولا هناك ثلاث عبارات سأعطي أمثلة لكي يتضح لكم الأمر جيدا المثال الأول أدن نو أن هذا الحل سيعمل مثال آخر أعتقد أن هذا المشروع يمكن أن يعمل أجدو أنه حل مثير للإستمام ومبتاكار الطريقة الثانية هناك عبارتين أعطي أمثلة أجد هذه الفكرة سخيفة أجد هذه الأجدية صدة J'ai trouvé ça plutôt intéressant J'ai trouvé ça plutôt intéressant لقد وجدت هذا موثير للإستمام إلى حد دلما J'ai trouvé ça plutôt intéressant الطريقة الثالثة ثلاث عبارات أعطي أمتلا على ذلك أعطي أنتظر هذا أكبر ارحب الي هذه فكرم المطازة Selon moi, on devrait renforcer cette loi Selon moi, on devrait renforcer cette loi بالنسبة لي ينبري على نتازيز هذا القانون Selon moi, on devrait renforcer cette loi الطريقة الرابعة هي عبارة « Je suis d'accord avec ». « Je suis d'accord avec ». « أنا أتفق مع ». أعطيك ذلك مثلا. على سبيل المثال, شخص يتكلم معك ويعطيك رأيه في شيء ما. A mon avis, il faut interdire les téléphones portables dans les salles de classe, au collège et au lycée. في رأيه أنه ينبغي حضر الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية في الإعدادية والثانوية. ستجيب أنت « Je suis tout à fait d'accord avec toi. » « Je suis tout à fait d'accord avec toi. » « أتفق معك تماما. » الطريقة الخامسة هي عبارتين « C'est vrai, vous avez raison. » « هذا صحيح, أنت على حق. » « Je pense pareil. » « Je pense pareil. » « أدنو نفس الشيء. » « أعطي أمتلا. » « كذلك شخص يتكلمك ويعطيك رأيوه. » « Je pense qu'un monde sans médias sociaux n'est plus possible. » « On doit vivre avec son temps et accepter le fait qu'ils font partie de notre vie. » « Je pense qu'un monde sans médias sociaux n'est plus possible. » « On doit vivre avec son temps et accepter le fait qu'ils font partie de notre vie. » « C'est vrai, vous avez tout à fait raison. » « C'est vrai, vous avez tout à fait raison. » « هذا صحيح. » « تماما, أنت على حق. » « Je pense pareil que toi. » « Je pense la même chose que toi. » « Ceux發، je pense la même chose que toi. » « Si tu avais votre жизнь. » « Je pense que toi. » « C'est bien. » « C'est vrai, c'est bien. » أما absolument فتعني مطلقاً قطعاً أو بالطبع المثال الأول أو شخص ما يقترح رأيه عليك أو أمن اجب أن أضحق نحاول و وأصحق فعليلani أنت صعر اخوصراً เลย فتو جبه أطلق 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 أو نخطبها فيديك . سيُتْتَةَى مِنسى عوامكم بنا سيُتْتَةَى مِنسى عَلَيْا سِتْتَةَى مِنسى عَلَيْا كنت أشترك بنا 2 اجد أطلق بل أطلق أطلق لا يوجد مشكلة على الإطلاق الطريقة السابعة إبارات Personnellement je suis pour Personnellement je suis pour Personnellement je suis pour أنا شخصيين أو أيضو ذلك على سبيل المثال أحد أفراد إلتكا يقول لك Que penses-tu de la rénovation de la maison Que penses-tu de la rénovation de la maison ما رأيوك في جديد المنزل Que penses-tu de la rénovation de la maison ستجيب أنت Personnellement je suis pour Personnellement je suis pour أنا شخصيين أو أيضو ذلك الطريقة السابعة وفي هذه الثلاثة إبارات الأولى Je ne pense pas que Je ne pense pas que Je ne pense pas que لا أظن أنا العبارة الثانية Je ne crois pas que Je ne crois pas que Je ne crois pas que لا أعتقد أنا العبارة الثالثة لا أعتقد أولى Je ne pense pas honnêtement que cela soit réaliste أنا أنا لا أعتقد بصراحة أن هذا الأمر واقعي لا أعتقد هذا عادلا الطريقة الطريقة التاسعة وهناك عبارتين J'en doute J'en doute J'en doute أشكو في ذلك Et Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr لست متأكدا مثال على ذلك شخص يقول لك Je suis sûr que Sahar viendra Je suis sûr que Sahar viendra أنا متأكد من أن Sahar ستأتي ستجيب أن أنت J'en doute J'en doute أشكو في ذلك Tu crois demain qu'il va faire beau Tu crois demain qu'il va faire beau Tu crois demain qu'il va faire beau هل تعتقد أن أنت 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 تجيب أنت J'en suis pas sûr J'en suis pas sûr J'en suis pas sûr لست متأكدا الطريقة العاشرة وفيها ثلاث عبارات الأولى Je ne suis pas d'accord avec vous Je ne suis pas d'accord avec vous أنا لا أتفق معك العبارة الثانية أنا لا أتفق مع هذا الرأي هل أنت أنت انت لعبة الثامنة على المترجم الثامنة فتصة حجرة السيارة انا شخصيا ادعمو اعمال الهد في بلدات سياحية اجدو من المهم ان تظل المدينة ديناميكية كل يوم من أيام الأسبوع وان تتاح الفرصة للسياح للتسوق يوم الأحد يمكنك الاجابة بطريقتين الأولى احسنان انا لا اتبعو هذا الرأي على الاطلاق بالنسبة لي الهد مقدس الطريقة الثانية احسنان انا لا اشاركو هذا الرأي بالنسبة لي الهد مقدس الطريقة رقم 11 انا ضد اعطي مثلا انا ضد هذه العادة مثل آخر انا ضد هذه الفكرة الطريقة رقم 12 فيها عبارتين لا على الاطلاق بالتأكيد لا على سبيل المثال احدهم يزورك فيقول لك جو تديرانج جو تديرانج هل أزعجوك؟ فاتجبو أنت؟ أبسوليمن پا وكنتراني سا مفيد لتوهر أبسوليمن پا وكنتراني سا مفيد لتوهر بالتأكيد لا على الاحكس من الجيد رؤيتك إلى هنا أكون قد أتمامت الموضوع لهذه المرة أرجو أن تكونوا قد استفدتم معي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعوم الفائدة وكذلك إذا كان لديكم أي اقتراح أو تساؤل يمكنكم طرحه في التعليقات وإلى موضوع لاحق أترككم في أمان الله إلى اللقاء